ترجمة نانسي قنقر 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 ونشير هنا أو نسجل أن القرار المشارك الصادر عن سيد وزير العاد والرئيس المنتدب ورئاسة نيابة العامة هو قرار أحادي ولا يلزمها الدفاع في شيء لأنه هو قرار أولا مبني على لوائح وعلى قرارات تنظيمية فقط يعني ما كنش قانون يمنع الولوج إلى المحاكم أو لا يفرض تلقيح اللي يمكن تبني عليه المنع ديال الولوج إلى المحاكم يعني إحنا كهاء الدفاع على المستوى هيئة الطنجة غنبقاو في حالة قطاع عن مبارسة المهنة إلى حين إلى حين إيجاد حل نهائي وشامل لهذه المشكلة اليوم كيف ما كنشوفو تم منع المحامون من ولوج إلى مرفق العدالة وتم تضيع الجلسات ديال المواطنين الإجراءات ديال المواطنين إحنا تنفيذاً لبلاغ هيئات جمعيات المحامين بالمغرب وانتجاماً مع الموقف الوطني الذي يعني يعني اللي كي يرفض مضامين الرسالة الثلاثية اللي جلت يعني شرط الإدلاء بجواز التلقيح هو شرط لولوج لمرفق العدالة هاد الرسالة اللي هي يعني ضد مضامين الدستور وضد القانون واللي ما كتحترمش الخصوصية وديل رسالة ديال مهنة المحامات إحنا مع القانون ومع الولوج اللي مرفق العدالة بسلاسة ولسنا ضد يعني ضد القانون اليوم عندي جلسة ما ألقيت المحاميين تواحد ما ألقيت كل شيء خاوي عاملين وقفة احتجاجية صراحة جوز تلقيح يكون ماشي جبال اللي بغي يلقاح يلقاح اللي ما بغي شيء وكي بقى تخطيار دياله حيث ماشينا الصالح إحنا كان نجيو عفقا تأجل تأجل رغم الصالح ديالنا نجيو نقضيو الغرض ونمشوفها تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد